علن المجلس المركزي تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الاثنين تعليقه الاعتراف بإسرائيل قال إن اتفاقية السلام لم تعد ذات جدوى وأن الفلسطينيين لم يقبلوا بأن تكون الولايات المتعدة وسيطة في عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل أصدر المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا يوم الاثنين ذكر فيه أنه سيعلق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم الكدس الشرقية ووقف الاستيطان وأكد على أن فلسطين لم تعد تعترف بالاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن وغيرها مشيرا إلى أن من طوت عليه من التزامات لم تعد قائمة كما دع الجانب الفلسطيني الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في تعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل وقال المجلس المركزي في البيان إن فلسطين ترفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار الكدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارته إليها وأشارت إلى أنه قبل إلغاء ترامب قراره لن تعترف فلسطين بالولايات المتحدة كراعية لعملية السلام أو كوسيط لها أو شريك فيها